المساجد في داكار منابر نشر إسلام معتدل ومتسامح ذلك ما يؤكده محمد كان إمام مسجد النور في حي شعبي بداكار الإمام كان تلقى تعليمه في المغرب وأصبح واحدة من أشهر الأئمة في داكار ولكن الرحلة التعليمية التي خاضها بقيت عالقة في ذاكرته ذهبت إلى المغرب في ثمانية وثمانين من القرن الماضي تلقيت تعليما في مدارس العلوم وفيما يسمى في المغرب بدار القرآن في هذه المدارس شيوخ كبار يلقنون مواد مختلفة كنت أحرص على تلقي هذه العلوم من الشيوخ وكنت أيضا إماما في كلية العلوم بمراكش أريد أن أقول إن المغرب هو وطني أيضا فيه رسمت مساري خلال السنوات الأربع التي قضيتها في الخارج كان لدي أصدقاء كثر أحب ذلك الإسلام الوسطي الذي يطبق في المغرب وأريد أن أسجل أن المغرب قام بدور مهم جدا في مكافحة الإرهاب وفي تأسيس خطاب إسلامي خطاب حضاري المسجد الكبير في داكار أو مسجد الحسن الثاني معلمة دينية وعمرانية يقصده آلاف المصلين يوميا فيما يدرس مئات طلاب في المعهد الإسلامي التابع له مسجد الجامع الكبير في داكار مسجد الحسن الثاني بني بتمويل من المملكة الشريفية المغربية وهذا المكان فتح منذ عام 1974 منذ ذلك الوقت في المعهد يأتي تعليما مباشرة للكبار وللطلبة العلم وفي عاد ملك محمد السادس بدأ أيضا هو بنفسه يتور أكثر فأكثر هذه العلاقات وبالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية لأن جلالة الملك يعني يسعى مسعى مرضيا بالنسبة للتدوير ليس فقط للسنغال ولكن لإفريقيا جنوب السحراء غير بعيد بسجد الحسن الثاني تتداخل المحلات التجارية التي يملكها مغاربة مع المحلات السنغالية حتى أن هذا الحي أصبح يجسد بالنسبة للطرفين قطعة من المغرب داخل السنغال أنا داب هدي عندي 13 بطلس سنة تقريب ونعيش في السنغال وبحال المغربة اللي كيني زيدي هنا قا عندهم 40-50 عام هنا ومنها رجيت هنا ما حسني تحترف شي فرق ما بيني وبين المغرب لف لف لنحية المعيشية ونحية الدينية أي ما كانت شي اختلاف تقريبا كل حس كأني في بلادي وهنا اللي يعجبني بزاف هو هذا كالإسلام المتسامح أي جميع الأديان هنا يمكننا تعيش كتعيش في واحد الارموني يعني ما كانش هنا واحد تطرف المغرب وسنغال واحد المغرب وسنغال عندنا واحد وجدودنا كانوا هون كم العادة والحمد لله ما كان حتى شي فرق ما عندنا حتى شي فرق بين سنغال والمغرب ونعيش ونحن نعيش هنا في السنغال كيف هلنا اللي يعيشوا في المغرب وإن كان عشرات الأئمة السنغاليين يتلقون تكوينهم سنويا في المغرب للاستفادة من خبرة المغرب في تسيير الشأن الديني إلى أن الطرق الصوفية هي الأخرى تلعب دورا محوريا في العلاقات بين البلدين وتحصينهما من التطرف يطل مسجد الحسن الثاني من قلب داكار شاهدا على قرون عديدة من التواصل الديني والروحي بين المغرب وسنغال الخليل السيدي ميديان تيفي داكار